تغذية والنوم صحيح و هذا موضوع فقرنا نحن بشكل عميق أكثرين عشان نصرف هيك طاقة أو منكون بينهج حياة صحي وسليم وأكيد بساعدنا أن نرجع للنظام الغذائي نخسر من الوزن اللي اكتسبناه في العطل والأعياد بالفعل هذا إذن هدول هن المحورين اللي راح نطرحن في هاي الفقرة مع ضيوفنا الكرام صباح الخير فتحي بشيري أخصائية تغذية يسعد صباحك و دكتور فهد حكيم المدير الطبي لمستشفى الناصري و مخصص أخضر في مشاكل النوم وأمراض الأطفال وأمراض الرئة يسعد صباحك صباحك خلينا نبلش مع فتحي في البداية والتغذية أولا بما أنه احنا في نهاية العيد عيد الأضحاء المبارك في فترة الأعياد في فترة العطال نحن نكون متحررين من كل القيود اللي ممكن نحطها لأحالنا في الأيام العادية شوكولاتة كثير لحمة كثير منتجات حيوانية كثير نأكل وهذا الاشي بيعمل اضطراب معين هات نحكي بالبداية عن هاي الفترة ما بعد العيد أول شي كل عام ونتو بخير معنا في آخر أيام العيد طبعا إسا بدنا نرجع على الحياة الروتينية العادية اللي احنا متعودين عليها فالمفروض فينا أنه نبلش ندرج بالرجوع لنظام الغذائي تبعنا أكلنا لحم كثير حلويات كثير فإسا بدنا نرجع ونتوازن شوي بالطبع زي ما ذكرت أنه فيه بيصير عنا تلبكات معاوية بيصير فيه عنا اضطرابات في الهضم ناتج طبعا عن سوء التغذية اللي كان لأنه كثير من نتناول كمية من الدهون كمية من الحلويات الكبيرة بدون منعه أهمية أنه إحنا نحدد الكميات طبعا تم انقضاء الأيام العيد وإسا إحنا بدنا نرجع ونتوازن نوعا ما والإش الأساسي اللي بيساعدنا أنه نفوت على النظام الصحي طبعا هو أنه إحنا نحافظ على الوجبات الأساسية بينها بين كل وجبة وجبة ثلاث ساعات نعطي راحة للجهاز الهضمي شوي نخفف من استهلاك اللحوم نروح أكثر لاتجاه البكوليات نحافظ على وجبة إفطار متزنة لأنها راح تساعدنا أكيد على الإحساس بالشبع لفترة كتير طويلة وكمان الإحساس بالطاقة كمان خلال اليوم أكثر نكثر خضروات لأنها بتساعدنا على التخلص من السوم المتراكمة في الجسم والناتج طبعا عن استهلاك كمية كبيرة كبيرة الخضروات اللي مش مطبوخة يمكن كمان مفضل اللي مش مطبوخة طبعا ونروح أكثر على الخضار الورقية أو الخضروات الداكنة لأنها فيها مضادات أكسد جدا عالية بتساعدنا أن نتخلص من السموم اللي بتأخذ الجسم السموم هي عبارة عن السكريات زي ما ذكرنا عبارة عن كمان الأملاح الوجبات الجاهزة اللي فوتناها على الجسم اللحوم الكثيرة الكوليسترول كل هاي الأمور ورح نحكي طبعا خلال فقرة عن أشياء اللي بتساعدنا على التقليل من الكوليسترول على التقليل من السموم هاي عن طريق وصفاتها تكيد فتحية رح نحكي ونأخذ منك كتير نصايح في هذا الموضوع دكتور عانجيدي سعد صباحك يعني بدون شك كمان التغذية لها علاقة يمكن في جودة النوم رح نوصل لهذا المحور ولكن بداية ليش مهم يكون ساعات النوم ونومنا أساسا منتظم أول شي كمان مرة كل عمتوا بخير للجميع وما في شك أنه العيد هو فرح بس كمان مرة غرفة طوارق ملاني من تحديث الأكل ومشاكل للناس اللي عم توكل بطريقة اللي هي مش صحية أولي طبعا النوم هو حالي اللي احنا كلنا كبشر نوجدين فيها تقريبا احنا من نقضي طلت حياتنا نايمين يعني كل إنسان فينا اذا بعيد يعيش ها بعيد حياته يعني طلت حياته انت هاي حالة النوم وحالة نوم هي موجودة رب نخلقها عشان احنا نقدر نتواصل مع نهارنا يعني الليل هو كمالته النهار لنوم وكمالته الصحو وهذا بأثر على هذا ما في شك اليوم احنا بالعلم نعرف أنه اليوم إذا انت نومك بعدد ساعات كافي بجودي كافي له تأثير كبير على نهار يعني ناخد اليوم احنا راجعين على المدارس نجي نبلش بالأطفال اللي هنه أساس اللي راجعين على المدرسة طلال المدرسة اليوم إذا انت الولد أو البنت ما بنام ساعات كفاية وجودة كافية اليوم عنا كل التركيز بالنهار هاد الأشياء واضحة التحصيل العلمي بنزل العصبية بتزيد النرفزة بتزيد صحيح حتى الدفاشة بيننا وبين اللي حوالينا بتكتر لأنه انت بتكون بوضعية اللي انت مرتحتش كلمة الراحة من ناحية علمية هي انك انت أخدت جددت طاوطاك نظفت جسمك نقيت الأوعية الدموية من عدة أو ساخة اللي انت حكيت عنها وليه صارت خلال عملية النهار النوم احنا منعرف أنه له أهميته في ترتيب الجسم وتحضيره لحالة النهار في عنا هرمونات اللي بتفرز بس في حالة النوم في عنا جينات اللي بتشتغل بس في حالة النوم وإذا احنا ما اخدناهاش هاي ما شغلناهاش ما اشتغلناش معها فيش عنا أمكانين نكمل النهارنا صح بطاقة صحيحة وبنشاط صحيح وبالتركيز صحيح ونقدر نوصل نصل لأيش بدنا بالنهار يعني أنا إذا بدأنا عمل رياضة ونكنش نايم صح إذا أنتوا جايين اليوم أنا عسليين على التلفزيون مش راح تزويت معك أخر رفي مبين علينا ففيش شك إنه هذا الإشي حتى السواء طبعا حتى التعليم حتى التركيز بأي آلة حتى الطبيب اليوم أو النارسل يعني مش إشي صغير حالة النوم هي حالة جدا مهمة بحياتنا رح نحكي رح نحكي عن الكيف والكم يعني ذكرت عدد الساعات والجودي وهذا موضوع الجودي كمان مش إشي كتير هيك مألوف إنه نحكي فيه يعني إنه من ناحية العالم إنه نحكي مش مهم شو جودة النوم هيك برجع لفتحي لما عم نحكي عن فترة ما بعد العيد حكيتي إشي كثير مهم العودة لنظام غذائي جيد بشكل تدريجي بينما في ناس مثلا بيقولوا إنه لأ إذا إنتي فوتت على جسمك كثير سموم على سبيل المثال فإنتي مفروض تعمل أشياء اللي هي متطرفة نوعا ما مثل صيام أو عدم إدخال أي شيء للجسم لحتى ينظف الجسم حاله فإنتي أي نظرية بتدعمي أكثر الطريقة التدريجية أو المتطرفة أكثر بالطبع الطريقة التدريجية لأنه استهلاكنا للحلويات خلال العيد طبعا الحلويات وبالذات الشوكولاتة فيها هرمون اللي هو السيروتونين يفرز اللي هو بحسن النفسية فإذا إحنا انقطعنا انقطاع تام ما بعد العيد فبعلى عنا هرمون التوتر اللي هو هرمون الكورتزول بالتالي الشخص اللي بيتبع الأنظم المتطرفة رح يكون بتوتر كل الوقت وبضغط فهذا الإشي كمان الجسم بشعر فيه لأنه الجسم منظومة جدا سرئات للهواء منظومة جدا كبيرة فلهذا السبب إحنا المفروض أنه نتبع الإشياء بشكل تدريجي وكمان أنا مع الأشخاص بالنظام اللي هو زي ما منقول ديتوكس نوعا ما فيه طبعا أنواع كثير كبيرة من الديتوكسات بالبداية المفروض أنه إحنا نستشير شخص مختص ما نقومش بالأنظمة هاي بشكل عشوائي بالذات اللي عندهم أمراض سكرة أو الأمراض مزمنة ففيه أنواع ديتوكسات عديدة فيه المشروبات معينة خلال النهار أنا هاي بفضلهاش كثير أنه كل الوقت إحنا نشرب مشروبات بالذات مثلا مشروب الزنجبيل اللي كتير شائع مع الليمون والخيار تخيل أنت عندك كل نهار بس مي وزنجبيل رح يهبط مستوى السكر في الدم رح يحس بتعب شديد فإلها شروط معينة كمان فيه أنظمة الديتوكس مثلا اللي فيه وجبة أنا هذا اللي كتير بفضله الصبح مثلا وجبة إفطار عبارة عن حبتين فاكهة أنا بخلط معهن عشر حبات لوزني أوش الفواكه فيه سكر الفركتوز اللي بيعطيني الطاقة بدمج معاه أنا عشر حبات من اللوزني ليش دمجة اللوزني لأنه بيحتوا على الكالسيوم بيحتوا على البروتين وفيه كمان دهون صحية بالتالي كمان بدمج معاه الخضار لأنه أنا ذكرت في بداية الفقرة أنه الخضروات بتساعد على تنقية الجسم من السموم أكثر خضروات اللي أنا بفضلها هي السيلاري الخاص وكمان الباكدونيس ليش أكثر إش ركزت على السيلاري لأنه بساعد على الضبط الشهية وخصوصا كمان الطوكلة الحلويات لأنه إحنا طالعين من فترة العيد فعندنا إدمان معين للحلويات لهذا السبب دمج هاي كل الأشياء فهو بيكون سموذي صحي بيعطيني طاقة بنفس الوقت زي بيعمل نوع من الديتوكس للجسم اللي هو تنقية وتصفية بعد ساعتين لتلاتة ممكن أتناول الخضار ما قلتش هون أنا الفاكهة لأنه أخدت في فترة الصباح فالخضار كل الوقت هي بتنقل الجسم وبتساعدني أكون شاعر تمام بعدين بتيج عندي وجبة الغداء حتى لو أنا بديتوكس فأنا بفضل يكون عندي وجبة رئيسية بتعتمد على الأسماك كثير بفضل ندخل الأسماك ليش؟ لأنه هي بتحتوي على الأحماض الدهنية الضررية للجسم الأوميغا ثري والأوميغا سيكس كمان فيها بروتين وحدها كمان خضروات فممكن هون أدخل كمان شربة الملفوف اللي هي الحارقة للدهون وكثير أشخاص زي ما قلت أنت إنهم بروحوا متطرفين لمثل النظام اللي هون كل ياتوا شربة خلال النهار وأكثر إشي بروحوا لشربة الملفوف على أساس إنها حارقة إذا بنا نجي نطلع على شربة الملفوف بنشوف أنه فيها بصل اللي هو مضاد للبكتيريا والالتهابات فيها ملفوف اللي هو قليل بالسعرات الحرارية فبالتالي هو بيساعدني على خسارة الوزن ولكن مش لحاله لما أنا بدمج معاه وجئ الحصة من البروتين فأنا بشعر بالشبع بعط للجسم كل العناصر الغذائية بينما الأشخاص المتطرفين كل الوقت مثلا بأكلوا شربة الملفوف فش عندك غير الملفوف وغير البصل وين باك العناصر الغذائية فخسارة الوزن راح تكون 75% منها عضل وسوائل و25% منها دهون وإحنا بدنا إيش نخسار دهون بالطبع لهكي كتير مهم أنه لما بدنا نتبع أي نظام غذائي حتى لو نظام تنقية نشوف العناصر الغذائية اللي منفوتها على الجسم هل هي مناسبة أو لا أو هل فيها نقص أو لا نعم رائع جدا هاي نصائح بالفعل بس أنا أحس أنه بحاجة إذا بنا نعمل هذا النظام لطباق حدنا هيك نعطيه معاه الشهري كمان بالمرأة كتير سهل على الخلاط الكهربائي أنا بقدر أحط كل الخضروات والفاكهة على السريع حتى أنا طالع على الشغل بأخذها معاي بين الوجبات هي الخضار الطازجي بمتناول اليد أنا بغسل مثلا إجاطة بحطه على الشيش أو حتى كمان بأخذ معاي في علبة بالشغل وبتناولها عوجبة الغذاء كتير سهل أنه أحط أنا على الشواي أشوي سمك أو حتى ممكن طونة كمان ومعها كمان خضار كتير سهل بس الأساس أنا أليل خواس بالعكس في الفكرة أنه لما نكون بنضاء خليك نعمل لما نكون بنضام غذائي أسهل من تجهيز واجبات تاني دكتور بدي أرجع لحضرتك عن موضوع الحالات المتطرفة مع أنه كتير إحنا بنسمعها يعني وكأنه الأشخاص بيحكوا عن أننا موجودين بأطراف الدالة أو أنه نومني كتير كتير خفيف ومش بجودي جيدة بمعنى إذا بسمعوا صوت صغير بالغرفة هن كل الوقت بيكونوا مش بحالة نوم عميق أو الأشخاص اللي بقولوا إحنا إذا صار ضجة كبيرة حدنا مش راح أفيقوا نومي فعلا أغلب ساعات الليل بيكون عميق جدا هل عم نحكي عن نوع من أنواع الاتراب أم أنه هاي حالات مزمنة أم متأثرة بالتغذية أو بماذا تلع جسم الإنسان فش واحد زي الثاني كل واحد عنده المنظومة الداخلية تبعته حتى من ناحية نظام الأكل حتى من ناحية نظام الرياضة يعني فيه ناس بركض شوي صغيرة بتعب فيه ناس ممكن عندها محبة الأكل نفسه فيه تأثيرات معينة الأدوية نفسها بتأثر على خاص كشكل إحنا اليوم فيعنا جينات ربنا خلالنا واحد من شايتين حتى الإخوة توم فيه فرق بناتين فكمان في منظومة النوم نفس الشي فيه ناس ممكن تنام ساعات قليلة وجودة ممتازة وتقوم عندها نشاط وفيه ناس بدها ساعات أطول بكتير كل واحد بعرف حاله فيقولك أنا نمت سبع ساعات وما كفونيش وفيه ناس بتنام خمس ساعات وبيتكفيها إسا طبعا هاي حالة إنه أنا نومي خفيف نومي تقيل برضو هاد إشي اليوم أعظم نحن نحدده علميا نحن نعمل فحص دم اليوم للإنسان نعرف إذا هو نومه خفيف أو نومه تقيل أو حتى بيسموهن اللي بيبالشوا الصبح يعني دول لناس نشاطهم صباحي وفيه ناس نشاطهم مسائي يعني فيه ناس تقوم الصبحيات بكير كل شغلها بتعمله للدهريات وبعد خلاص خلص هذا التصنيف حتى موجود في أبحاث لعلم النفس طبعا طبعا وعكس صحيح يعني إذا فيه ناس بتفيه مرات بتقضي نهار فاضي بتمرق الصبحيات هيك لعبوا رفاهية وبعد الدهور بلش تشتغل يعني حتى علم النفس اليوم بيحكوا عن حتى الأزواج يعني الناس اللي بتلتقيش يعني إنه هذا الامرأة هي نشاطية صباحية والزوج هو نشاطه بعد الظهر فمسائفها بتزبوتش معنا ما جوزوش فهي شغل كتير مهم يعني أجو عليها من أصلا من ناس اللي ترات تترك بعد في الشك إنه حالة النوم هي مش حالة اللي إحنا نقول أوكي هاي الكل لازمين مش ما ياجينا إحنا ربنا خلقنا بشر يعني حتى فتنا على قصة العيتم إحنا حنحن نحكي عن الأكل يعني كمان قبل الأكل من يوم ما كناش نوكل هيك يعني إحنا فتنا بحالة مرة واحدة فجأة عزايم وفجأة كل يوم الصباح وكلوم بالليل فهي الحالات الاترابية اللي بتيجي على الجسم جسمنا بعرف تحملها ربنا خلقنا يعني جسم ممتاز اللي يقدر يتحمل صدمات خلينا نقول هيك ثلاث أربعة أيام إنه نحن نصير في تغيير حتى من ناحية نوم يعني أنت بيطلع عامريكا اليوم بتغير نومك كله بالساعات بتغير فش حك إنه نحن نغير ساعات نومنا بنقدر نسيطر فش واحد فينا فش منظومة هذا مش ميجنة بتطفيها وتضويها دايما التدريج هو دايما الحل الأفضل حتى في حالات النوم يعني اليوم أنا عندي ساعات نرجعنا لقصة اللي كمان رجعنا عمدرسة لولادنا اليوم اللي مش عم بناموا عمليا فش عمنا ساعات نوم طبيعية يعني مش بس فترات عيد كمان فترة كل الصيف إن كان الترفيزيون إن كان الإلكترونيات إن كان كل الأشياءات بتصل لساعات متأخرة يوم دا رجعنا الولاد على المدرسة دي فيه على ساعة ستة أو ستة ونص فاليوم يزوبوا فيه على العشر نصف 11 مفروض عندي يكون منظومة باعرف إنه كل 24 ساعة أنا بقدر أركب فيه عندنا ساعة داخلية اللي بقدر أنتغيرها بين ربع ساعة على نصف ساعة يعني اليوم أنا بصير نرزل الولاد بدل ما ينامه خلنا نقولك على العشر 11-12 بالليل بزيح النصف على ورا بفيقه النصف على بي ونفس الشي بأخذ أنا العشر طيام اللي بعد فيه عندنا رجع على المدرسة وبقسم وإنت أنا أولادي بدلني يسيري فيقه أول نهار المدرسة عشان ما يفوش شحط زي ما بنقول فرح بسي نجرلنا على المدرسة وهذا إشي كتير عاطئ هذا إذا عم نحكي على أولاد بالفعل بيردوا على أهل هنو وقت ما يقولون روحوا ناموا فبيروحوا بيناموا بس في نقطة كثير مهمة هيك بدي أرجع لها موضوع جودة النوم سؤالين دكتور أول شي شو هي العناصر بالفعل اللي ممكن تأثر على جودة النوم والأمر الثاني هل في آليات معينة ممكن نتبعها ويصير جودة النوم أو تصير جودة النوم عندنا أفضل بشكل عام أول شي نفكر بالموضوع يعني إحنا منحط رصناع المخد ديوار تخذ فكرش أنه في جودة نوم منين جبت ليها اليوم جودة النوم فإحنا في ساعات نوم كلنا ستعرف قديش نمت فكرش أنه أنت في عندك إشي قسمه أنا لازم أفكر شون المرأة علي وأنا نايم هاي شكل أسي فهي جدا مهم واحد تنين أعرف إذا أنا أحطي طرس على المخد أعرف إذا في مشكلة ولا لا إذا أحطي طرس ومش عارف أنا خلال تلت ساعة على نصف ساعة معتش في مشكلة منبلش من هون لازم أعرف أنه أنا كل إنسان طبيعة البشر المفروض بين مكسم ونصف ساعة يكون غافي إذا في مشكلة هون واحد يعني تحط شرسك على المخد وما تنمش بعد نصف ساعة معنات وفيه إشي عم بيصير جسمك اللي ما فهمش إنه أنا بحالة نوم يا إنك جاي على الوقت الغلط على التخذ يا إنه فيه إشي تاني عم بيعمل وشو إستكل بنا آدم بده ينامضي عم بيعمل أبحاث يعني قبل ما يختار ساعة النوم طبعا دائما كمان مرنا ناشم بيعمل أبحاث بس إحنا بنعرف النهار طبعا أنت تبلش بساعة معينة أنت بتفيه بتقول أوكي بده فيه على ساعة سترو بتحط ساعة بتفيه بتبلش نهارك بالنوم لأ فش عنا هي ساعة مش واحد فينا بقول أنا على العشرة كلوم دي أنام يعني هاي شغلة مهمة الواحد يبلش يقول أنا أوكي عندي ساعات جسمك ببلش تعود حتى بالويكند حتى في آخر الأسبوع مهم جدا نحفظ مرات على على ساعات معينة وإشارة نذكرها نحكي على آخر الأسبوع جدا أنها مهمة جودة النوم بتحكي على أنك أنت تنام عميق كفاية لأن النوم فيه له درجات وهذا طبعا طبعا داشت تفحصوا أنت في البيت تكون فيه فيه دورات في النوم كل لاتنا من فيه بالليل يعني فيه دورات تقريبا بين ثلاثة لمرات إحنا فيه دورة بالنوم من فيه منتطلع على الساعة منحس إذا صار صارت النهار منتغطى إذا إحنا مكشفين بس هاي مرة منحسش فيها يعني تمتمروا علينا بس فيه أشخاص طبعا عندهم شخير عندهم سمنة زايدة اللي متقلين بالأكل لأنهم ما عدت أنا شوفوا تشتغل وأنا نايم يعني إذا أنا بتعش عشة كثير تقيل الكوليسترول وكل الجسمي عم بشتغل أنا ففوض تكون في حالي ضغطي يهدى نبضي يهدى الأمعاء تفضى شوفوا أنا فاية ماكل وفاية أعتخد فهذا إشي غلط في جسمي عم بشتغل وشغلة كثير مهمة قصة الشاشات قصة الضو يعني إحنا ربنا خلقنا مربوطين في الشمس الشمس اللي هي بتحدد وين تأحنا مفروض ننام مفروض المفروض اللي خربنا لها تماميا توماس أديسون توماس أديسون اختار على اللمبة بـ 1869 79 وقال لك رأى فش إش اسمه اليوم الساعة تغيب الشمس نروح ننام كلهاتنا شهرانين وقاعدين والشاشات شغالة كلها شغلات إذا الجسمنا عينينا بتعوضوا على الضو لما أنا آخر إشي بسويه قبل ما فوت على التخد هو أنا أحمسك تليفوني أو قاعد قدام شاشة أو قاعد قدام جهاز تاني مشكلة أنا بعدني مش واصل كل وقت في ضو قدامنا واليوم حتى الشاشات عم بغيروها فيها يعني زي غطاء اللي بغير إنه يمنع هذا الإشي فكتير شيء هاي جودة النام اللي إحنا ننساها يعني أنا حتى اليوم العتمة الموجودة في غرفي هل في نواصة كتير مهم إنه إحنا ننام في عتمة كاملة عشان إحنا كمان نفوت على عمق النوم العميل مين ينام جنبي أطفال مثلا اليوم كتير أهالي بيحطوا الطفل أو بنفس التخط يعني البين أبو والإم هذا كتير إش عاطل لأنه لا هني بنام ولا هو بنام يعني كل ما أنت بتقليب عمليا فيأتوا فهذا كمان إشي كتير عاطل طبعا هذا إشي كتير خطر مش بس عاطل وهذا كمان اللي تكرر أنه القلق ممكن أنت كل وقت الآن عليها دي سبب الترب وهي كمان شغلة جدا مهمة يعني في ناس اللي هني شخصيتهم تموين طايب A بحط راس على المخد دي خليش تفكر بالعالم دي حل الدنيا إسه كل مشاكل الدنيا بتتنحل الليلي تضبط شوفها بلاش يفكر أنت بتشغل أدرنالين بتشغل بتصحي جسمك بتفوت بحلات اللي أنا صحي وهدور الناس كتير بنصح إيموا الساعة من الغرف لأنه شو بيصير أنا نايا بدأ جنام سأقول لك أنا تتساعة اليوم بالليلة تقطع تطلع إذا بعد ثلاث ساعة مش رح يسير فكتير مهم ما يكونش فيه ساعة في المنطقة اللي إحنا وجدين فيها عشان ما نعرفش إحنا جلسنا بغفة فجأة بتفيق أنت بعد تدورها بتطلع تقول إيه ما نمتش لا أنت يكونت نايمة كتير ناس اللي بتيجي على العيادة ويكون عمليا إيم الساعة خلت تعرف أنها صارت تنام تطلقش تطلع على أجهاز التليفوناتنا ما يكونش جمنة كتير سعب هاي الشغل للأسف اليوم إحنا عايشين في عالم الرسائل الحتلني 24 ساعة فاليوم كل أي تنج بالنص الليل كلهم يفق صحيح تطلع مين الأجل طبعا أنا كطبيب للأسف اللي عايش الليل فش عايش يعني ثلاثة أربعة ألاف رسالة ليلية هذا شي كتير عاطل جميل جدا حتى هيك بس بموضوع الإضاءة في دراسة مرأة رأيتها في ديلي ميل بفكر كانت تحكي على أنه لازم دائما نحط سرير النوم أو تخت النوم يعني بالتلاؤم مع الشمس كيف تطلع وبتغرب صحيح وما بعرف إذا هاي الدراسة مزبوطة أنا أبدأ أعتذر عشان بس ضيق الوقت لازم نروح شوي على التغذية وناخد برضو هجا أليات نستعمل السرير بس للنوم هاي جملة بسيطة زيدها على اللي حكيت ومش لكل شيء مش هعقب على الموضوع طيق هايك عم نحكي عن أليات عفاف ونروح على الأليات للتغذية السلينة نرجع للتغذية السلينة بالزبط الاسترخاء والتأمل ممكن يكون طريقة جيدة طبعا لأنه إحنا زي ما قلنا لما منتبع أي نظام غذائي وخصوصا إذا كان قاسة فمنحس بضغط كتير كبير الحل الوحيد أنه المدتاشن أنه إحنا نحس باسترخاء تام كمان أنه كمان المشي رياض المشي بالطبيعة كتير بتساعد على التأمل كتير بتساعد على النفسية الجيدة بالتالي كمان بنعكس الأشياء على الجسم بشكل إيجابي طبعا بالإضافة للأشياء اللي هي بتساعدني مثل مثلا أن أشرب أنا النعناع مثلا بين الوجبات بتساعدني على هضم أفضل كمان اليانسون بذور الشومر كتير بتساعد على الاسترخاء بتساعد على الأعصاب تكون متريحة أكثر هاي كل الأمور بتساعدني أن أكون بصحة جيدة كل الوقت جميل جدا فيما يعني يخص ربما الاسترخاء وتأمله ويعود للتفكير بالأكل اللي عم نوكله يعني نشوف بالضبط إحنا شو عم نفوت على جسمنا لأنه بشكل عام مثلا بيعطوا نصيحة كثير معروفة أنه ما تأكل وانت عم تحضر تلفزيون أو ما تأكل وانت عم تعمل أي إشياء أو فعالية تاني لازم انت عم تأكل تكوني مركز هتكون شو علي الكميات إذا بالفعل هذا موضوع مختلف أنه أنا ما أكلش وأنا طلع على التلفزيون لأنني أنا بدي أركز شو بفوت لداخل الجسم وكمان لما أنا باكل واعي كدش أنا فوت على جسمي بينما إذا أنا مركز بالصحن وكاعد على طاولة على مائدة مثلا الطعام فأنا بكون مركز شو دخلت على جسمي الاسترخاء موضوع مختلف تماما أني أنا أول شيء أعي تماما إيش بفوت على جسمي طبعا الأشياء اللي هي زي ما قلنا الخضراء الفواكل طبعي المكسرات النية الشوكولاتة الداكنة كل هاي شغلات المشروبات هاي الساخن اللي حكيت عنها أنا مثلا من النعناع كمان الزنجبيل كثير بساعد كل هاي الأمور هي بتساعدني إن أكون شاعر هيك أريح مع نفسي إضافة للرياضة والتأمل وخصوصا بالطبيعة واستنشاق الأكسجين النقي نظيف كثير كثير بساعد جميل جدا فتحي بشاري ودكتور فهد حكيم